أبو الأصدقاء عامل إيه؟ بقولك إيه؟ كنت عاوز أسألك سؤال أنا آسف على الدخل أول حاجة نسيت أرحب بيك أهلا بيك في قوة المتواضعة وفي حلقة جديدة من برنامج المحقق بقولك يا أبو الأصدقاء هو أنت بتحب الدحك؟ أنا عارف إن ممكن السؤال يبان غريب شويتين بس يعني مش هتخسر حاجة جاوبني ولا أقولك على حاجة أنا هعرف الموضوع ده بنفسي إيه رأيك يا أبو الأصدقاء؟ أقولك نكتة ولو دحكت فيبقى أنت غالبا بتحب الدحك ولو ما تحكتش فأنت غالبا ما بتحبش الدحك أصلا أكيد النكتة اللي أنا هقولها مش بايخة أنا ما بقولش أي نكت بايخة يا أبو الأصدقاء إيه المهم؟ ما احترمنا للصعيدة طبعا؟ بيقولك مرة تلاتة صعيدة دخلوا محل هدوم المهم راح البيع جايلهم كده وقال لهم أمروني عاوزين إيه؟ فقام واحد رايح له وقايله بقول لك يا بلدينة أنا عاوز طاقية المهم إن الراجل كان حطط الطواقف أعلى رف في المحل فقام جاي بالسلم وطلع جاب له الطاقية ورح نازل فقام سائل التاني وانت عاوزيه فقام قايله عايز طاقية فالراجل اتخنق قال له يا عم انت ليه ما قلتش وانا فوق فقام الراجل جاي بالسلم وطلع يجيب له الطاقية اللي هو عايزها بس قبل ما ينزل قال يسأل التالت يمكن هو كمان عايز طاقية فقال له يا بلدين انت كمان عايز طاقية فقام قايله لع بقى من راجل نازل وشايل السلم وقام قيل له أمال انت عاوزيه بقى قال له انا عاوز تجيتين بحقيقة ان النقطة دي دحكتني جدا مع احترامي للصعيدة تاني بس بما انك عارف يا ابو الاصدقاء ان انا مليس صحاب فكنت عاوز احكي النقطة دي لحد فقلت اجرب اقولها لشاج بيتي يمكن تدحكه بروح تفاتح شاج بيتي واقيل له النقطة بس الحقيقة رد علي رد غريب جدا شاج بيتي قال لي انا هموت من الدحك ابو الاصدقاء انا عارف ان هو لما قال لي هموت من الدحك معناها ان هو دحك جدا بس بعيدا عن النقطة اللي انا قلتها دلوقتي هو هل فعلا حد ممكن يموت من الدحك حاجة غريبة جدا انا عارف ان اللي ممكن يقول كده كناية مثلا عن ان هو دحك قوي انا اكيد فاهم بس السؤال هنا بقى هو ممكن شخص يدحك فيموت بصراحة انا مش عارف هي موتة حلوة ولا موتة وحشة يعني حلوة عشان الراجل مات مبسوط ولا موتة وحشة عشان مات مثلا وهو بيدحك فموتة غريبة وخصوصا ان انا عمري ما سمعت عن حد مات من الدحك قبل كده بس انا لما سرشت في الموضوع لقيت فعلا ان في ناس ماتت من الدحك ابو الاصدقاء انا عارف ان الكلام ممكن يبقى غريب عليك ده واحد بيهزر يموت ازاي انا زي زيك كنت مستغرب بس كنت عاوز اعرف الموضوع بدأ منين الحقيقة ان الموضوع ده بدأ من زمان جدا يعني عندك مثلا اول حالة كانت في القرن الخمستاشر قبل الميلاد لما كان فيه راجل اسمه زايكوس وده كان رسام يوناني مشهور جدا المهم ان في يوم من الايام وهو قاعد جات له ستة كبيرة في السن وقاليخ له ان هو يرسم لها الالهة افروديتي ودي ربط الجمال عند اليونانيين القدماء فقام الراجل رسم لها الرسمة المهم ان الست لما شفت الرسمة قعدت تضحك على الرسمة جدا وفضل تقول على الرسمة حاجات كتير تضحك لدرجة ان زايكوس نفسه فضل يضحك كتير جدا اللي هو الشخص اللي رسم اللوحة لدرجة ان ما كانش قادر ياخد نفسه فجاله سكتة قلبية ومات يعني ميت وميت عبيض بيدحك على الرسمة اللي رسمها طب صيبك من كده عندك مثلا سنة 206 قبل الميلاد كان فيه فلياسوف يوناني عنده 73 سنة والفلياسوف ده كان اسمه خريسبوس المهم ان في يوم من الايام راح يحضر للانبياد بس كان معروف عن الراجل ده انه هو بيشرب خمرة كتير وكان دايما في حالة سكر المهم انه هو في طريقه وشاف حمار بيأكل تين فقام غاسل التين اللي بيأكله الحمار ده بالخمرة اللي هو بيشربها فالحمار كمل اكل في التين معه حمار يعني مش فاهم حاجة بس خريسبوس كان شايف ان الموضوع مضحك جدا لدرجة انه فضل يضحك على الحمار نص ساعة متواصلة يخرب بيط العبط ومن كتر الداحكة ما قدرش ياخد نفسه فمات بس في رواية تانية بتقول انه هو من كتر ما شرب خمرة والخمرة دي كانت من نوع التقيل فجاله دوار ومات قال يعني دي يعني الموتى الساوية اللي هتحسن شكله قدامنا هم اليونان كانوا كده كانوا عبط بصراحة او عندك مثلا سنة 1660 كان في واحد ارستقراطي اسكتلندي ومترجم في نفس الوقت كان اسمه توماس قرقهار وبيقولوا ان الراجل ده لما عارف ان شارلز التاني هيحكم اسكتلندا وهيتولى العرش ففضل يضحك على الخبر لحد ما مات فيقوم يجي لي واحد منكم يقول لي بس بقولك يا شهاب الحالات دي قديمة جدا ومعليش ممكن قاطب اجاب القصص دي من مصادر موسوقة بس برضو دي حاجات عد عليها مئات والاف السنين فجايز تبقى اتحرفت وانا بطفق معك في النقطة دي جدا يا ابو الاصدقاء مجايز فعلا القصص دي متحرفة وان الناس دي ماتت موتى عادية جدا ومماتتش كده بس انا بدأت السيرش تاني هو فعلا في ده كاترة اتكلموا عن الموضوع ده اتكلموا ان ممكن حد مثلا يموت مدحك بسبب مرض او بسبب ان يحصل له حاجة هو بيدحك فيموت وكنت حريس جدا ان ان دي جاترة دي تكون قريبة من العصر بتاعي لحد ما لقيت دكتور اسمه تشارلز دارون وطلع سنة 1872 وقال لنا على مرض غريب جدا دكتور تشارلز كشف لنا على مرض اسمه البي بي اي او بمصطلح تاني اسمه الكاذب البصلي طب ايه المرض دي يا شهاب المرض ده عبارة عن نوع من الاضطرابات بتجل الشخص وبتخليه يدخل في حالة هستيريا والهستيريا دي بتكون على حسب حالته المزاجية والعقلية يعني مثلا ممكن يجيله هستيريا داحك وما يدرش وقفها ويفضل يدحك بشكل متكرر ويبقى عايز يوقف الداحك ده بس مش عارف او ممكن الشخص مثلا يجيله هستيريا تعيق يحصل له موقف يقصر قلبه ويفضل يعيق بدون توقف هو عايز يبطل بس مش عارف المهم ان بعد ما دكتور تشارلز يبدأ يتكلم عن المرض ده تبدأ تظهر حالات وفاء غريبة جدا يعني عندك مثلا سنة 1920 كان فيه واحد اسمه أرسر كوب كرافت وده كان مدرب كلاب وعنده 54 سنة وعايش في استراليا وفي يوم كان قاب بيقرأ الجورنال بتاع سنة 1920 اللي هو السنة اللي عايش فيها ويعود ده مورقة فيها اسعار المنتجات بتاعت سنة 1915 وشاف قد ايه المنتجات دي كانت سنة 1915 رخيصة جدا مقارنة بسنة 1920 فأم وري زوجته الخبر ده وعلى حسب كلام زوجته انه فضل يضحك كتير جدا لدرجة انها وصفت انه كان هينفجر من الدحك الراجل وشه حمره وعروق بدأ يتبان وبعد كده فقد الوعي فزوجته قلقت جدا وطلبت الدكتور نيكسون المفروض اللي هو دكتور العيلة والدكتور ذكر ان حالة الوفاء كانت بسبب قصور في عضلة القلب وده بسبب هستيرية الدحك اللي دخل فيها تخيل ان ده سكوت لاندي وشاف أسعار من خمس سنين من السنة اللي كان عايش فيها ودهك كده تخيل الراجل ده بقى مصري وعايش في عشرين اربعة وعشرين وشاف أسعار الفين وخمسة مثلا ممكن يقوم ينط من الشباج او عندك مثلا سنة الف تسعمائة خمس وستين ودي من اكتر المتات اللي دحكتني بصراحة كان فيه واحد نجار عايش في الفلبين والراجل ده كان عنده اربعة وعشرين سنة وكان معروف جدا انه كان اكتر واحد بيدحك صحابه اللي هو الوادي الايه اللي ده مخفيف الشلة المهم ان في يوم من الايام واحد صاحبه قال له نكتة والنكتة دي دحكته جدا لدرجة انه دخل في هستيري الدحكة مش قادر يوقفها وقام اغم عليه فصاحبه قام خده وجريبي على المستشفى لكن لما وصل المستشفى جاله حالة اغماء ومات فالشرطة جات تحقق مع صاحبه وتسأله عن سبب وفاة الراجل ده فقام الراجل قال للزابط ان انا قلت له نكتة فمات وبدأ يحكي للزابط النكتة الزابط ما قدرش يمسك نفسه من الدحك يجد عم في واحد مات او عندك مثلا الكسي ميتشيل ده كان واحد عايش في انجلترا سنة 1975 وكان قاعد بيتفرج على حلقة كونغ وفوه من برنامج اسمه زا جادز المهم ان الراجل اللي مؤخزة كان قاعد ساند كده على المخدة وشاف مشهد في الحلقة فضل مدحكه لمدة 25 دقيقة درجة ان جاله سكتة قلبية من كتر الدحك ومات على المخدة اللي كان ساند عليها وبعد ما توفى مراته بعتت رسالة لبرنامج زا جادز بتشكرهم انهم خلوا اللحظات الاخيرة في حياته سعيدة جدا لدرجة انه مات من الدحك موضوع الموت من الدحك كان منتشر كتير جدا وبالذات في فترة التمانينات والتسعينات لدرجة ان نتعامل كتاب كامل عن هستيرية الدحك عند الستات بعنوان واللي كان بيوصف قد ايه عدد الستات اللي كانوا بيموتوا بسبب الدحك في التمانينات والتسعينات ده جير لما دخلنا في الالفنات بدأت تظهر حالات غريبة جدا زي مثلا في 2003 كان في واحد سواه عربية ايس كريم في شمال تايلاند وفي يوم من الايام رجع من شغله بالليل ونام جنب امراته المهم انه هو نايم مراته ولحظت حاجة غريبة انه هو كان بيدحك وهو نايم فمراته قلق منه وعلى التحاول تفوق فيه وعلى حسب كلامها انه فضل يضحك كتير جدا وبعد كده قطع النفس ومات الحقيقة بالأصدقاء انه فعلا كل القصص دي حقيقة بس على حسب الحالات الطبية للاشخاص اللي ماتوا دول كانوا ماتوا بسبب حاجة حصلت في كسمه اه هو دحك بس الدحك مكانش السبب الرئيسي في موته ممكن مثلا حصله سكتة دماغية او سكتة قلبية او حالة اغماء او انفجار للرئة اه ممكن ده نتج عن الدحك بس مش ده معناه ان الدحك حاجة وحشة بل بالعكس ليه فويت كتير جدا دل درجة ان بعض الاطباء بيوصفوك علاج لبعض المرضى بس النوبات الهيسترية اللي بتيجي فيه هي اللي ممكن تسبب حالات زي اللي اسمعناها دي فاتحك يا بلقصدقاء اضحك ما تخافش واحنا هنعيش كم مرة يا راجل ويا بغت من ما بيدحك وما ماتش زعلان وطبعا انت مش هتلاقي حد الدم واخفه والز مني انك تسمعه ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ولو عايز تعرف انا جبت الكلام ده كله منين هتلاقي المصادر في الديسكريبشن تحت وكالعادة ما تنساش تعمل شير